والله اللي بدبابته وميت ولا بالمدرعة وما ينطبق عليه خدمات جلال من ينطبق عليه ينطبق على احنا ما نبيه نسولف طباخه وقهوة شيء وممثل ممكن يسوي برياني زين يا بسعود ابو هاني عشان ما اطلع تغرير قبل التغرير في اضافة كنت ايه بس انا بغيت تكلم على الاخو بسعود تطرق المجلس 2007 وقضيته لجهة الداخلية ودفاع وقضيته الالفين اول شيء قانون الالفين هذا القانون مخصص فقط للبدون وليس للأعمال الجليلة ولا غيرهم بس ملزم الغانون هذا ابو هاني طبعا القانون ليش نوجد القانون هذا لان ما فيه في نص القانون اي اجازة انك تجنس البدون الا عبرها القانون هذا شايف الا عبرها القانون بس عفوا الاضاحة للمشاهد الغانون 2000 ولكن انا ممكن كحكومة استطيع ان اوجد نسمية مو هذا اللي حاصل انا اتكلم لان الاخو بسعود قال الاعمال الجليلة الاعمال الجليلة موجودة بالقانون ما لها شغل في قانون الالفين ابناء العرامل والمطلقات موجودة بالقانون وليس لها قانون ليس لها دخل في قانون الالفين ايضا لان عندك المادة الرابعة والمادة الخامسة تجيز في قانون الجنسية تجيز ان تجنس يعني حتى العربي من قدم خدمات جليلة العربي اللي له اكثر من 15 سنة بالكويت يجوز ان يمنح الجنسية الكويتية هذه مواد سارية المفعول حتى الان قانون الالفين لما جاء في بداية سنة الفين اعطى حقية للحكومة لانه القي النص السابق في نص سابق في المادة الرابعة او المادة الخامسة كانت تجيز للحكومة انها تجنس على هذه المادة والمادة شنو تقول كانت تنص على ان كل عربي كل عربي امضى بالكويت 15 سنة وينتمي الى بلد عربي وينتمي الى يعني يحمل جنسية بلد عربي يحق تجنيسه ومن غير ذلك يعني اللي ما عنده انتماء ولا شيء اللي هو قضية مثل قضية البدون يجوز تجنيسه بعد 20 سنة صار تعديل ألغيت ألغي البند الخاص في العشرين سنة هذه فأصبح علشان تجنس البدون لازم تأتي عن طريق قانون الالفين اللي اقرر هذا انك تعطي الحكومة الحق من انها تطلع مجموعة من لجنة التنفيذية تجنسهم هذا مع الاسف ما فيه ولا مرة جابه الالفين مرة ستمية ومرة أربعمل العدد يكون أقل طيب اذا كان عندكم تقولون اكثر من أربعين ألف عندهم احصاء خمسة وستين والقانون اشترط علشان تجنس البدون انه يكون عنده احصاء خمسة وستين هذا نص القانون اليوم طيب مدام عندك الشرط وعندك اكثر من أربعين ألف يستحقون وفق هالبند هذا طيب وانت لو تبي تجنس كل سنة ألفين تبي تقعد عشرين سنة شايف فما بالك إذا انت الحين تجنس سنة أربعمية وسنة ما فيه آخر دفعة ثلاث سنين شايف ثلاث سنين فبالتالي يعني مهم جدا أيضا قضية يعني حتى ترى هذه من اختصاص السلطة التنفيذية يعني التجنيس مو من اختصاص يعني المجلس ما يقدر يقول حطوه بس يملك أدوات دستورية ضافوا الألفين بوهاني لا لا بوهاني عفوا ضافوا الألفين اسمه اسمه ضافوا الأرامي المطلغات لا 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 ما شاء خلينا نقولك لألفين لحظة لحظة المجلس المطلوب منه سنويا يقر الألفين كل سنة يعني هذا شوف النص سنوه لازم كل سنة يقر قانون الألفين اللجنة التشريعية قررت الحين أربعة هلاف تجنس البدون حنا قاعدين نتكلم عن أدوات دستورية بوهاني لا لا اللجنة التشريعية أنا أعتقد اللي قررتها مو بس للبدون أربعة هلاف شامل الجميع والأربعة هلاف لو خذوها بشكل عام فيه أعدات كبيرة من أبناء الأرامي المطلقات فيها أعدات كبيرة من الخدمات الجليلة راح تاخذ عدد كبير بوهاني حنا نسمع عن هؤلاء وما شفنا الكشف يعني صارنا عموما عزيزي المشاهد عندنا تغرير يعني إذا مخرجنا محمد الجارحي جاهزين الأخوان نشوف التغرير نشوف التغرير نرجع لك عزيزي المشاهد مرة تانية تتشرف الجمعية الكويتية المناهضة تمييز العنصري أن تكون أولى وأولى تلك الندوات التي بإذن الله سنبدأها من هذه الليلة تتحدث عن قضية البدون وهي قضية في الحقيقة يعني أرقت كل مواطن كويتي وكل مقين كويتي بل كل صاحب ضمير حي على مر أكثر من خمسين عام يسكن معنا ويتجاور معنا ويعيش معنا ويزاملنا في العمل ويزامل أبنائي وأبنائك أبنائهم في المدارس أخوة من فئة البدون يمارس في حقهم يا أخوة أبشع أنواع التمييز العنصري لم يمارس حتى يعني اليهود مع الفلسطينيين فيما يسمى في الكهان الإسرائيلي لذلك ارتأينا نحن في جمعية مناهضة التمييز العنصري أن نصلط الضوء على هذه المشكلة ليست فقط بالعبعاد الإنسانية وكذلك مع الشرع الإسلامي نحن بالنهاية دولة إسلامية فبالتالي لما تصطدم قرارات الدولة وهذا التمييز البغيض الذي تمارسه الجهات الحكومية في شتى أنواعها من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وانتهاءا بوزارة الصحة وبلا شك في هذه الليلة سنصلط الضوء على بعض النواب التكسب الذين في الواقع أخذوا من هذه القضية ورقة تكسب انتخابي بغيضة الحقيقة اللي كثيرين يمكن يستغربون منها أنه يعتقدون أن مشكلة غير محددي الهوية وغير محددي الجنسية هي نتاج اليوم أو أمس هو خطأ من الدولة بدأ قبل أكثر من ثلاثين عام أو لنحن ما كان عندنا حرفنا إدارية ولا كانت عندنا حصاءات دقيقة وبالتالي هذا كان كم متراكم والدليل أن هناك ناس إلى الآن أخطأ في أسماءهم وأشهرت الحكومة لجنة لتصحيح الأنساب وتصحيح الأسماء لأن كان هناك أخطأ في تسجيل الأسماء قبل أكثر من ثلاثين عام فطبيعي الدولة يجب أن تعدل مسارها الإداري وتصحيح الديمغرافية السكانية بموجب معطيات قانونية ودستورية الأمر المهم أيضا أن لا يوجد في العالم أو لا يوجد أي إنسان عندما يشعر لك مشكلة على سبيل مثال نقول مشكلة خرير ما أول شيء لازم تحاصر هذا الخرير ثم بعد ذلك تبدأ بالإصلاح مشكلة البدونة وغير محددية الجنسية للحكومة وعظام الشئ أمم ومتبهين لها أن هذه المشكلة قاعدت تتمدد ولا يمكن في يوم الأيام أن نشوف هذه المشكلة تتمدد ومطلوب مني أنا أسكد اليوم إذا بنسميها مشكلة ونسوميها غضية أصبح البيت لكويتي إذا ريال الكويتي متزوج من فئة غير محددية الجنسية أصبح لده شبه من ضمن المشكلة الآن أمر عجيب غريب صراحة أنا أذكر في هذه المناسبة المرحوم الشيخ جابر الأحمد رحمد الله عليه أصدر غرار بأن اللي يولد من أبوين مجهولين يعطيها جمسية الكويتية هذا أبسط يعني هذا غرار إنساني وأقول أمام وسائل الإعلام أن هناك من نواب من يتقاضى مبالغ من المال لقاء تجنيس البعض وأنا أتكلم كمحامي أتوني الكثير من هؤلاء الأشخاص يعتقدون أن يعني من يملك تواجد في المسرح السياسي يملك نفوذ أو قوة تجنس فلان وفلان وعرضوا مبالغ من المال وقالوا لي أنهم قد عرضوها على النواب لهذا من هذا المكان أنا أقول أنا مستعدين كمكتب قانون القوة 1111 لاستقبال أي شكوى من أهالينا البدون تتعلق بأنهم قد تقدموا لأحد هؤلاء النواب وقد عرضت عليهم الجنسية مقابل رشوة نحن مستعدين أن نتعامل مع طلباتهم بسرية تامة ومستعدين أن نتعاون معهم لتحريك هذه المسألة عبر الأجهزة المعنية لأن المسألة أصبحت جدا خطيرة طبعا نحن لا نقول تكسب السياسي وقف على قضية البدون تكسب السياسي اليوم في مجلس الأمة في كل شيء في الاستجوابات أصبح هناك تكسب سياسي وتكسب مالي في التصويت على القوانين أصبح هناك تكسب مالي كلنا اليوم قرأنا عن محاولات بعض النواب أو محاولات البعض من خارج حلقة النواب للضغط لإقرار قانون غرفة التجارة الموافق عليه من قبل معازيب غرفة التجارة نحن كنا بلد المنفيين واللاجئين السياسيين